موضوعنا الصحي اليوم واللي أكيد بالتأكيد من أهداف الأنظمة الصحية هي تحقيق عملية تثقيف صحي شامل وهو عبارة عن عملية إعلامية تهدف إلى تبني الناس للمطحية صحي وسليم كما أنها تساعد الناس على تحسين سلوكهم عن طريق التأثير على معتقداتهم واتجاهاتهم مشاهدين الوعي الصحي المطلوب لا يستهدف الفرد فحسب وإنما على مستوى المجتمع أيضا وتحاول عملية تثقيف الصحي رفع الوعي الصحي وتزويد الأفراد بالمعلومات والخبرات عن أهمية التثقيف الصحي الفعال وانعكاسه على الفرد والمجتمع وكيف يساهم الوعي الصحي في رفع كفاءة وجودة حياة الأفراد نتحدث عن ذلك مع الدكتور سامي سالم وهو أخصائي الصحة العامة معنا في استيديوهاتنا يسعد مساك نورتنا في ديون مقرس أهلا وسهلا فيكم دكتور بداية لو نعرف المشاهدين بمفهوم التثقيف الصحي أو الثقافة الصحية الثقافة الصحية هي عبارة عن عملية إعلامية قبل كل شيء تساعد على نشر الوعي الصحي والثقافة الصحية ابتداء من الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع والانتقال بهم من مرحلة الثقافة مجرد الثقافة إلى مرحلة وعي هناك فرق بين مثلا واحد يأخذ ثقافة بينما الوعي هو الممارسة فالكثير من الناس مثلا يريد أن يأخذ ثقافة صحية في موضوع معين مثلا لكن يأخذها على الماشي كما يقولون لكن لا يحولها إلى ممارسة ووعي باستمرار وقد نأتي إلى أمثلة في موضوعنا في هذا المجتمع جميل فعلا نبدو نقول الدكتور أنه أكيد في أهمية لموضوعات الثقافة الصحية أحكي لنا أكثر كيف ينعكس ذلك على الفرد والمجتمع أهمية الثقافة الصحية مهمة على الفرد المهمة للمجتمع مهمة للعائلة والأسرة لكل فرد سواء كان صغير أو كبير من أهميتها أولا أنها عبارة عن خط وقاية من أمراض كثيرة جدا في المجتمع نلاحظ تقريبا قبل فترة عندما حدثت بعض الأشياء الطبي أو الصحية اللي امتشرت على مستوى العالم كيف الناس بدأوا يبحثون عن الوعي الصحي لماذا؟ ترجع أحد كورونا حتى يتجنبوا مثل هذه الأمراض التجنب الأمراض ليس حاصر وقت معين الإنسان معرض لأي مرض في أي وقت بالذلك يحتاج أن يأخذ إلى ثقافة صحية باستمرار فمن أهميتها أولا هي الحفاظ على سلامة المجتمع بشكل كامل يعني نعتبرها عبارة عن حصن الثقافة الصحية تعتبر نحن ندرس في الجانب الطبي أو بشكل عام أن هناك وسائل وقاية أو حصون وقاية الإنسان من الأمراض تبدأ بالتحصين مثلا وغيرها لكن ينسى كثير من الناس موضوع التثقيف الصحي نحن نعتبر التثقيف الصحي هو الخط الدفاعي الأول والإنسان لقد وعي صحي وثقافة صحية قد يتجنب كثير من الأمراض وتعيش حياته بشكل آمن وسلامة وصحة دائما حتى ممكن نواجه في المجتمع في اليمن مسألة الدجالين والناس اللي بتكذب على الناس من خلال الترويج لمفاهيم ثقافية تكون حقيقة غير صحيحة شو رأيك بهذا؟ فعلا هناك طبعا أحنا نمثل في التثقيف الصحي أن الإنسان يمارس العادات الصحية السليمة وتجنب العادات السيئة لأنه في كثير من الناس عن طريق المعتقدات الدينية عن طريق اللي يسموها العادات والتقاليد المجتمعية قد تمارس بعض العادات التي تعتبر عبارة عن عادات خاطئة غير صحية قد تؤدي إلى الإصابة بكثير من الأمراض مثل مثلا الاقتصال في مكان فيه ماء الكل مع بعض يعني في بركاء أو شيء هذه قد تسبب أيضا أمراض يعني الكثير من الناس فلذلك الابتعاد عنها ولا مثلا الأخذة اللي هو أخذ الثقافة الصحية من مصدرها الصحيح هو الأساس في نشر الوعي والتثقيف الصحيح بشكل سليم أعتقد دكتور عندنا في اليمن لازم نحتاج صدمة زي ما حصل في قائحة كورونا للأسف يعني بعض العقليات وخاصة العربية تحتاج هذه الصدمة الكبيرة عشان يحصل عندها هذه الوعي بالثقافة الصحية ولو تكلمنا عن مفهوم الثقافة الصحية فهو يعني مفهوم كبير جدا لكن ما هي الثقافة الصحية المطلوبة اليوم فعلا كما تكلمتي أنه دائما الإنسان لا يبحث عن التثقيف الصحيح إلا عندما يصاب بمرض أيها هذه مشكلة يعني مثلا تجد مريض السكر يأكل ويأخذ كل الأشياء وعندما يصاب بمرض السكر مثلا يبدأ يبحث عن مرض السكر وكيف تعافى منه لو كانت تخذ بعض وسائل وقاية من قبل ربما يكون ليصاب بهذا المرض وذلك كما الثقافة الصحية تحتاج استمرار وهذا اللي بنعاني فيه نجد أن الثقافة الصحية يعني عبارة عن تعتبر الآن شيء جانبي شيء جانبي مثلا لا تجد مواضع صحية باستمرار في المجتمعات نجد مثلا في القنوات في رمضان يذكرونها بالثقافة الصحية ويكون في موضوع خاص تقريب بهذا الشيء لكن في غيره تجد المواضع قليلة جدا وإن وضعت كمواضع توضع على شكل هامشي يعني مجرد واحد يقرأها قراءة أو شيء وهذا الآن الثقافة الصحية تحتاج إلى مفهوم أكبر تحتاج كيف نعطيها للناس بأسلوب جديد حتى يعيشون بوعي صحي وتستمر والحفاظ على المجتمع بطريقة صحية سليمة والأسف زي ما قلت دكتور اليمنيين اعتبروها رفاهية يعني على سبيل المثال أيام كورونا لما كان واحد يلبس الكمامة كانوا في الشارع يقولوا ما لك احنا شعب متوكل على الله ما نمردش يعني هذا الأسف القهل هذا لازم يكون في كثير من الدورات والمبادرات التي ترسخ مفهوم الثقافة الصحية كممارسات يومية ما تكونش رفاهية نعم نعم الثقافة الصحية هي كممارسة كإنسان يعتاد عليه ويتعود عليه فمثلا بعض الآن اللي هم من ضمن الأشياء اللي بتعرق الناس بشكل كبير جدا موضوع السهر يقول إنسان أنا اشتيا من الأشياء العادة الصحية السليمة النوم المبكر لكن يقرأ أول يوم ممكن ينام مبكر اليوم الثاني يرجع نفس العادة العادة الصحية تحددك إلى تعود مثلها مثل أي شيء في حياتنا إذا تعود على العادة الصحية السليمة باستمرار وكل أشياء سيستمر ولذلك دائما نتكلم عن قضية التثقيف الصحي أن تنتقل إلى وعي صحي حتى يمارس ويكون عبارة عن عادة من عاداتنا اليومية بشكل عام سواء في النظافة الشخصية سواء في الممارسات اليومية سواء في العادة السيئة وتجنبها وكيف الحفاظ علينا وعلى أسرنا من هذه العادة السيئة المنتشرة بشكل كبير في المجتمعات جميل خلينا ننتقل للجزء العملي ونعرف أكثر على الطرق والوسائل التي تساعدنا لمعرفة هذه الثقافة الصحية عشان زي ما قلت دكتور تصبح ممارسات يومية العملية التي هي عملية التثقيف الصحي مثل أي عملية أخرى لها أربع طرق أو أربع وسائل في معنى بداية المرسل اللي بياطي اللي هو الثقافة الصحية وفي معنى المستقبل اللي يستقبل هذه الثقافة الصحية ومعنى الرسالة ما هي نوع الرسالة اللي بنعطيها وفي نفس الوقت أيضا ما هي الوسيلة التي بنوصلها بنوصل هذا المفهوم الصحي أو هذه العادة الصحية إلى الناس بطريقة أشبه بطريقة أفضل حتى الآن نحن في عصر الميديا والتكنولوجيا العالية الناس ربما ينجذبون لمواضيع لكن كيف طريقة تجذب هؤلاء الناس لهذه الثقافة الصحية بطريقة أشبه بطريقة أفضل وطريقة أحسن ولذلك من أهم الوسائل الآن الوسائل الإعلامية سواء القنوات أن يكون في برنامج مقصص تجدين حيالا في بعض الأفلام فيلم بطوله بعرضه وتنفق عليه ميزانة كاملة عن إعطاء الثقافة الصحية في برامج كبيرة جدان عالمي نتعرف فعلا على بعض الأمراض زي ما ذكرت يعني في بعض المشكلات الصحية اللي كنا ما نعرفها عرفنا من خلال الأفلام وهذه فعلا أحد الطرق اللي تستاهم نشر الواعي هذا الطرق ممكن حيالا يكون فنان مبدع كوميدي يمكن ينقل الثقافة الصحية أفضل من أش من نكتور كبير جدا فعلا يعني ينقلها بطريقة معينة بالناس أحيانا أغنية بسيطة جدا بتعمل نقل زي البيت المرأة هذي والحب الدراء هذي تقومت أحد البرامج التطقيفية اللي كان لها دور كبير في اليمن مثلا يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب تطقيف صحي يعتبر وهي حاجة بسيطة الأطفال يحفظوا هاي يبدأ يسألك بابا أريد حليب يعني تحتاج عدة طرق وسائل تكتمي مع بعض حتى نعطي التطقيف صحي مناسب وفعال لكل الفئات العمرية ابتداء من الطفولة إلى مرحلة الكبار حتى الكبار السن يحتاج التطقيف صحيح طيب دكتور من أهم الغيات الصحية هو تحويل المعلومات الصحية اللي اليوم تتدفق علينا بشكل كبير بسبب التكنولوجيا إلى عادة صحية يتبنىها الأفراد كيف ممكن نحول المعلومة اللي نسمعه لعادة نطبقها بشكل يومي أو حتى ممكن نفيد فيها الذي حولنا من ناحية كيف نوعيهم يعني لهذا الأمر نعم طبعا بداية هي تبدأ اللي هو العملية التثقيفية تبدأ بيعطاء معلومات ثم تتحول هذه المعلومات إلى وعي ثم يتبنىها الإنسان إلى تطبيق واستمرارية التطبيق مثلا لا يحتاج إلى يوم أو يومين أو ثلاثة يحتاج أن خلاص أعمل على نفسي وعد والتزام مثلا الرياضة الكل تقريبا يقول أنا أشتي أمارس الرياضة وغدا أنا أروح النادي وسأبدأ لنا ثلاث سنين نقول كده يقول هذا الكلام وسأبدأ وسأفعل يمكن يبدأ يتحمس يوم يومين ثلاثة أيام وبعدين إيش وبعدين يترو وهذه المشكلة التي هي الاستمرارية التي هي الالتزام والاستمرارية على العادة التي تريد أن تعملها أو تتجنبها مثلا كما قلنا العادة الصحية مثلا الرياضة مثلا أنا أريد خلاص قسم سليم رياضي أبدأ وأستمر إذا استمرت فترة زمنية طويلة خلاص ستعود على هذا الشيء إذا عملت فترة بسيطة قصيرة ربما تعود إلى انتكاسة أصعب مما كانت سابقة كذلك العادة السيئة مثلا تدخين على سبيل المثال مثلا في بعض كثير من الناس يقول أنا أريد أقلع عن هذه التدخين لكن يقلع يوم يومين ويرجع عن نفس المشكلة يحتاج إلى استمرارية التزام وعد واستمرارية ويتجنب أيضا على الأشياء التي تساعدها على مثل هذه العادات السيئة أو كذا حتى يستمر بطريقة أفضل ويحسن صحتها بشكل أحسن ونحاو نحتاج كل الناس يكونوا أصحة ونحب كل الناس هذه البيئة اللي نتمنها من اللي ما يحب أنه يكونوا صحة وعافية بس دكتور خلينا نتكلم على الكادر الطبي ما هي المسؤوليات التي تقع على عاتقهم من خلال نشر هذه الثقافة التثقيف الصحي في أوساط المجتمع اليمني الكادر الصحي هو الأساس في عملية التثقيف الصحي هو اعتبر المرسل لهذه الرسالة سواء كان في المستشفى أو في القرية لأنه نصبح الكادر الصحي متواجد في كل مكان سواء كان ممرض سواء كان طبيب سواء كان مختبرات سواء كان في الصحة المنزلية أو الصحة أيضا المدرسية هذه كلها مهمة في كل مكان فالكادر الصحي دائما يدرس من ضمن الأشياء اللي يدرسها عليك أن تعطي المريض قبل كل شيء تثقيف صحي المريض أيوة المريض غير الناس الآخرين فلما يأتي إليك مريض ما تبدأش معه في العلاج أن تفعل كده وعليك كده ابدأ يعطيه جرعة تثقيفية صحية حتى يفهم ما هو يفهم المرض أيوة ما هو المرض ما هو الذي عليه والناس كذلك الكادر الطبي في أي مكان أنا أنصحهم أنت موجود في أي مكان لا تجعل الطب عبارة عن أشياء مربهة يعني يحب الناس أنه يعني يعني يتعالجوا حتى يكسب اجعل رفع الوعي الصحي أهم من كل شيء وعن رفع الوعي الصحي أهم من كل شيء يعطي الناس معلومات اذهب للمدارس يعمل مثلا زيارات المدارس يعمل دورة تثقيف صحي في المدارس يعطي زور المصانع زور المعامل زور الناس المجتمعات بطرق مناسبة بطرق مناسبة نختارها بطرق مناسبة طيب دكتور اليوم نحن في اليمن للأسف لما نتكلم عن قطاع صحي سيء ونتكلم عن ظروف سيء يمكن منتشر فيها أوبئة وأمراض ماء شرب غير غير صالح للشرب كيف تبدأ الأسرة تهتم بهذا الموضوع وانت عارف دكتور الأسرة هي نواة المجتمعات كيف نجعل التثقيف الصحي أولوية لدى الأسرة بداية حتى من الأطفال اليوم كلناس كثير يتعبعون ويسمعوا كلامك دكتور طبعا الأسرة بداية هي تعتبر أساس ومحور الارتكاد بشكل كهذا لأنها هي التي تنمي المجتمع يبدأ أطفال والأطفال هو المكبر وذلك معادات صحية سليمة يستطيعوا بعد ذلك المجتمع بعد فترة معينة أنه يعتبر المجتمع صحي ويتعامل معادات صحية فمثلا متعود الطفل في البيت على رمي الأشياء اللي هو مثلا منديل أو شيء في مكانها الصحيح بيتعود على رمي القمامة في مكانها الصحيح في الخارج لكن لما نرى للأسف الشديد تجد أماكن القمامة في كل مكان منتشرة وهذه سبب الأمراض أيضا الأسرة متعود الطفل على عادات من الصغر النوم المبكر الأكل السليم غسل الأسنان هذه كلها بتعود عليها تترافقوا للأباد تترافقوا للأبد فعلا وهذه كلها نجربينها لكن لو الطفل ما يتعود بعد 12-15 سنة استخدهم في رشاة الأسنان خلاص يعني ما يتعود في تعود على هذه العادة كلها سهلة لكن نجد فيها صعوبة لأنه ما تعود على هذا الشيء وذلك الأسرة تعتبر هي الأساس هي التي ستلبس نحن دائما نقول الأصحة تاج وقرؤوس من الأصحة لا يرى إلى المرضى الأسرة هي الأساس التي ستلبس هذا التاج لكل الأطفال يعني صوري الأب والأم تفضل شيء تطبق أو تعطيه لأولادك وعائلتك هي هذا التاج تاج الصحة أنك تلبسه عليهم ولذلك هنا في نقطة بداية التدقيف في التدقيف الصحي بداية من اختار الزوج والزوجة هذا أيضا يعتبر نوم من التدقيف الصحي كيف الزوج يختار الزوجة كيف الزوج يتخل الزوج هناك فحص يمكن نسمع فيه تقريبا الكل في اليمن ما يعمل قبل الزوج هذا تقريبا من الأشياء التي اعتبرها في اليمن ما زالت خرافية هي أساسية لكن في اليمن ما زالت تعتبر شيء من المستحيل أعمل فحص هذا الفحص لماذا عايش في بي شيء ولا بنتي في هاي شيء هو لا هذه أحيانا الأسف الشديد أنا أذكر أحد الأزواج كان بعد الزواج اكتشف أنه مصاب بفيروس الكبد هذا الفيروس انتقل إلى الزوجة وبعدها الأطفال بدل من أن يكون واحد شخص أسرة أسرة كاملة مصاب بهذا المرض أصبحت الآن عائلة كاملة مصاب بهذا المرض وإن لم يفحصوا العائلة واستمر العمل خلاص صباح قرية كاملة أحيانا يكونوا مجتمع كامل وينتشر هذا المرض بشكل كبير جدا ولذلك الأسرة يجب أن يكون عندها وعي صحي كبير جدا وعالي والوعي الصحي لا يعتمد على إنسان متعلم وإنسان جاهل لا أشياء بسيطة حيانا حيانا نقول أم تقريبا ليست متعلمة التعليم الكافي لكن لديه من الوعي الصحي أفضل من أم حيانا متعلمة ولا تهتم بأبنائها وبالعائلها وكيفية تطبيقهم صحي نحن بدورنا إن شاء الله في ديوان بلقيس سنصلت دائم نضعوا على هذه الموضوعات موضوعات الصحة ونشكر وجودك معنا الدكتور سامي سالم خصائي الطب أو خصائي الصحة العامة التي توجدك معنا في ديوان بلقيس لحديث حول هذا الموضوع المهم نتمنى فعلا أن يكون وصل لكافة الجمهور الذي تابعونا إن شاء الله شكرا لكم اشتركوا في القناة